السلام عليكم معكم شاف صلاح البدني وصفة نهار اليوم ان شاء الله رح تكون لام هنا او ما يعرف بالكيكاتروبيزيان اصلها من ولاية سانتروبي الفرنسية حذرتها لكم بمناسبة شهر الفضل اللي راوع الابواب تلقوها ايضا بزاف المحلة تارا باتيسري سرتو في هذا الوقت تاع رمضان ايضا درتها لكم بطريقة جيد سهلة وبسيطة وناجحة مئة في المئة خليكم معي مع طريق تحضير ما هي المقادر اللي نحتاجها في هذا الوصفة بالنسبة للعجنة نحتاج كاس حليب يكون دافي كاس يكون مملوء هذا الكاس دير في 250 ميلي لتر بنفس الكاس ندير نصف كاس انتع السكر يكون عادي نحتاج ايضا بنفس الكاس ربع كاس زيت قادر جد مضبوطة نحتاج ايضا ملعقة اكل خميرة الخبز ما تكونش مملوءة بالزاف نحتاج ايضا قرصة ملح هو اللي يعد لي الذوق تاع الكيكا تاعنا ونحتاج ايضا ملعقة قهوة غبرة ماء الزهر او ملعقة اكل ماء الزهر سائل باش تنحينا رائحة الخميرة ونحتاج ايضا كيس خميرة كيميائية نحتاج ايضا فارينا وممكن اذا عندكم قشور الليمون وذكر ليكم معي مع طريق التحذير العجينة بالنسبة للطريق التحذير نحت في ريسي بيون ندير كاس تاع حليب دافي نضيف له ايضا السكر نضيف له الزيت ونخلط هات المكونات على الاقل زوج دقيق ايضا نضيف الخميرة الفورية خميرة الخبز ملعقة ما تكونش مملوءة بزاف وعندي ايضا الهنا مزهر انا استعملت مزهر غبرة لانو ما عنديش السائل لعندو السائل دير ملعقة انتع اكل مزهر سائل باش ينحينا ايضا رائحة الخميرة عندي ايضا الهنا في الاخير الفارينا باش الليموه العجينه بالنسبة للعجين الهنا عندي ايضا كيس تاع خميرة كيميائية والقرصات على الملح بالنسبة للعجين الهنا هو الكيكا تروبيزيان شوي يبس العجين تحاول لكن اللي يحبها تكون خفيفة يخلي العجين طري ما يبسوش انا نحتاج العجين التاعي تكون شوية قاسحة يعني تكون حاك مارحة شوي ما تكونش طريية بزاف اللي يحبها تكون خفيفة يديرها طريا ونعجل الهنا ندلك حوالي خمس دقايق ونخليها تخمر المرة الاولى حوالي نصف ساعة ونرجع لكم بعد ما اضعف الحجم تحانس ساعة اللي هنا رح نقسم العجين الى قسمين واحدة لزوشكيكات وقسم الاول اللي هنا نجيب بلاتو هذا نديره بابي دو كويسون لازم بابي دو كويسون باش ما يصغل لكم العجين تاعكم في البلاتو رح نفتحهم ونكمل معاكم بعد ما فتحتهم اللي هنا نزيد نخليهم يضعف الحجم تحهم مرة الثانية نشعل الفرن لمدة عشرين دقيقة ونطفي علي ونحطهم خليهم احتاني يضعف الحجم تحهم كما كنت شوفوا دخلتهم الفرن راهو يضعف الحجم تحهم وضكاوش عندي عندي صفار بيضاء ضفت له شوية حليب وشوية سكر ونقل هنا الوجه تال الكيكا تاعنا كامل بهذا الشكل ونزيد نخلي الكيكا الثانية تخمر المرة الثانية وايضا من الفوق ندير سكر ممكن تديروا كاوكا وممكن وراح نفوتها للفرن الفرن نكون شعلته لمدة 80 درجة طيبها من تحت ونزيد نطيبها من الفوق وضكاوش راح ندير بعد ما نفوتها للفرن رح نخدم معاكم الكريمة اللي نحتاج فيها نصف لتر حليب يكون بارد نحتاج أيضا ثلاث ملاعق أكل انشاء ذرة نحتاج أيضا أربع ملاعق أكل سكر عادي نحتاج ملاعقة قهوة فانيلا ملاعقة قهوة فانيلا عفوا نحتاج أيضا ملاعقة أكل زبدة نديرها بعد ما نطيب للكريمة ونحتاج أيضا زوج ملاعق أكل غبرة شانتي في الآخر خليكم ذلك مع مرحلة تحذير الكريمة في كاسة راح كما هذي راح ندير نصف لتر حليب راح نضيف له أيضا أربع ملاعقة السكر ثلاث ملاعقة انشاء والفانيلا كما قلت لكم حوالي ملاعقة قهوة وعندي أيضا الملح أو قرصة ملح يعد لي الضوغ ورح نحطهم على نخلطهم بارد في بارد نحطهم على النار بعد ما يختار الخالط نرجع عليكم إن شاء الله الهنا بعد ما الخالطة أنا أتماسك واختار ضفت لها ملعقة تنزبدة ونخلط هذه الزبدة حتى تنزوب ونضيف لهنا زوج ملاعقة أكل غبرة شانتي اللي يحب يخلط بالباتور اللي يحب يخلط بيدو هذا راجع ليه نخلطها ملح حتى نتجنس الخالط ونبعد إن شاء الله بعد ما تطيب لي لاموناتي عنا رح نعط لكم كيفاش نحشيها اللي هنا لاموناتي عراهي وجدة رحي ما شاء الله طيب تعمل تحت زيت تحمرتها شوية من الفوق نجيبوا السكين كما هذا يكون من التعمين شار ونقسمها على ثنين ونجيب الكريمة تائي بعد ما بردت وأيضا نجيب لابوش هدوي هذي نعمر الكريمة ونبدأ ندير روزاس حاولوا تخليوا الكريمة تحكم تبرد وتخليوا أيضا اللاموناتي عكم تبرد باش ما تذوق لكمش الكريمة ونعاود نرجع اللاموناتي من فوق الطبقة الثانية فوق الكريمة ونجيب سكر غلاسي كاتزين ندوش شكل تحها الحقيقي تلقوها في المحلة تبهات الشكل جيت بالزفرة يعاني تمنى تجربوها هذه هي نخليها تبرد ومن بعد إن شاء الله في الأخير رح نقسمها معكم اللي هنا رح نقسم معكم اللاموناتي عنا ذوق تحاره ومشاء الله وتجي تقرمش شوية وتجي من الداخل طرية وتجي أيضا محشية بالكريمة روعة هذه هي الفيديو تعلنها اليوم حضرت لكم بمناسبة الشهر الفضيل لربع الأبواب اللهم ما بلغنا رمضان اللهم ارفع عنا هذا الوباء إذا عجبتكم الفيديو تعلنها اليوم معلكم إلا تكثرون من اللجا مهود كومنتي ولأسفل الفيديو وإذا عجبتكم القناتي معلكم إلا تديروا اشتراك ولا أبوني ولا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يصلكم كل جديد ما بقى علي إلا نقولكم شهيدكم بالصحة نتلاقاو في عد آخر تهلا وفير وحكم ما تنسوش تبارتاجوا الفيديو مع الأصدقاء والسلام اشتركوا في القناة